انا اتكلمت في الانترو عن تحديدا مصطفى شبير عشان واحد انا واحد من نجوم المباراة بالامس قلت انه دائما كان من القيبة الصغالة بتتاجي من قبل ما يلعب حتى بس دائما مصطفى بيشيل مسؤولية في وقت صعب وبيويد في الوقت الصعب مصطفى هو بيتعرض انتقادات كتيرة بسبب من مية في المية اه يعني مش انها مصطفى من حراس المرمى الوعيدين موهوب شخصيته كويسة عنده سباة فعالة بشكل كويس جدا نتمنى له التوفيق وهو كل ما بياخد بينجح في اي ماتش بيكون موجود فيه كابتن خالد حقيقة شرفت ونورت انا بعد اللقاء ده كمان عايزك تعيد حساباتك وتفكر وتاخد قرار كمان ان شاء الله يعني تبقى مسؤول في اتحاد الكرة المصري في المستقبل القريب يعني ومهم اللي زي حضرتك والناس اللي بتفكر بالشكل دوت هم اللي يكونوا بيديروا كرة القدم المصري انا اتمنى واي حاجة في خدمة مصر احنا طبعا تحت امر بلدنا ونتمنى كل التوفيق كل التوفيق لحسام حسن بإذن الله ربنا وفقه وكل التوفيق لبلدنا الحبيب ان شاء الله رب كابتخالي نورت الدنيا بشورة شكرا شكرا